السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة مع تيل بو شو الحلقة ديت تعقيبا على الحلقة اللي فاتت في برنامج تريند اللي اتكلمنا فيه عن مقاطعة نيتفليكس والحقيقة إن الحلقة لما نزلت حصل حواليها تفاعل كتير والحمد لله كان التفاعل إيجابي ومع التفاعل ده في بعض الناس طرحوا بعض المبادرات والأسئلة والاستفسارات وحاجات من دي والسؤال الأزلي اللي دايما بيتصدر المشهد في مثل هذه المواقف وهذه القضايا بتلاقي الناس دايما بتسأل عن البديل دايما يقول لك إيه البديل؟ يعني هم محتاجين بديل والحقيقة موضوع البديل ده عايز كلام مطول قوي وعايز يعني نقاش لأن مش كل حاجة بنلاقيها فيها مشكلة لازم نوجد لها بديل وإيه هنعملها أنا بحيث الموضوع ده فيه إشكالية كبيرة لكن أنا مش هنقشه في الحلقة دي ده عايز خد فكرة بقى أني بنتكلم في الموضوع ده لكن أنا في الحلقة دي الحقيقة جاي لكم باختصار شديد بالبديل البديل خاصة في حتة يعني أنا بعتبر أن فيها ندرة غير عادية وأي واحد اشتغل في صناعة الكرتون أو حتى شوية تحت اشتغل في موضوع الموشن جرافيكس والديزاين والحاجات دي والإنتاج المرئي يعرف أنك عشان تنتك حاجة بجودة عالية وفيها قيم ومبادئ ومؤسسة بشكل علمي الموضوع ده في الوطن العربي شبه مستحيل العشرين أو تلاتين سنة اللي عدوا واللي فاتوا تقدر تقول أن مجتمع الإنتاج الكرتوني أو المؤسسات الإنتاجية ما كانش فيه أي نوع من أنواع الاهتمام بيها وكانت كلها جهود فردية متفرقة فلو أنت لقيت حاجة جودتها حلوة وجميلة وظريفة فغالباً مش هبقى فيها أي حاجات مرتبطة أو بثقافتنا أو قيم أو أخلاق واضحة قوي إلا في بعض المناطق فيها وعلى الجانب الآخر لو لقيت حاجات فيها قيم وأخلاق وحاجات من ثقافتنا ومحتوى رائع وجميل تلاقي الإخراج الفني لما تتفرج تحس أنه ممكن يجيب لك أنت شخصيا أنت واحد مش لبنك صحيح لأ أنت ممكن يجي لك توحد فكانت بصراحة من وجهة نظري طبعاً متواضعة وأنا كنت متابع أعتقد أن أنا جيد أنك تجمع ما بين الإخراج الفني الرائع واللي يشد الطفل وما بين القيم والثقافة والمعاني الطيبة والأسلوب المنهج التربوي ده كانت شبهة مش موجود غير في حاجات قليلة قوي بوذلة زي ما قلت مجهودات فردية ولم تنمى ولم تكبر وأصبح مع مرور الوقت وعلو نجم الأفلام 3D والدبلاج والحاجات دي وظهرت شركات زي دريم ووركس اللي بتعمل المحتوى يعتبر أكثر للبالغين حتى لو قالوا غير كده وشركة زي بيكسر اللي بتعمل كارتونات رائعة وبحسها كلها طفولية وبعد كده كمان بدأت شركات كبيرة قوي وعملاقة في مجال الإنتاج الكارتوني زي والد ديزني تدخل على الخط وتتبنى وتستحوذ على شركات زي بيكسر ويبتدوا ينتجوا أفلام 3D ومع الاستمرارية دي بدأ الموضوع يكون أكثر من رائع وتشوفها أفلام بمستوات غير عادية أفلام 3D يعني انت تتنع وأنا أذكر أن انا أول مرة لما اتفرجت على الفيلم بتاع باكس لايف اللي تقريما خلاص عد عليه 15 أو 18 سنة رقم كده كبير جدا تتخض لما تقوله أول ما اتفرجت عليه الحماس وانا صغير كان يخليني يحس ان انا أطرافي بتذوب مش متخيل ايه ده اللي انا بشوفه ده وحاجة بقى مندمج معاه جدا واتفرجت عليه مثلا بتاع 720 ألف مرة يعني رقم كبير قوي اتفرجت عليه كتر جدا والحد دلوقتي كل ما اتفرج عليه وبالزداد بعد ما بقت بشتغل في المجال وتخصصت شوية في حاجات كل ما اتفرج عليه بجد بكون منباهر في الوقت ده ازاي انتاجوا حاجة بالجمال والروعة دي فالحقيقة الموضوح كان عامل زي ما يكون ثورة وطبعا مع وجود الشركات اللي هي المحلية التي لم يكن عندها القدرة عموما لانتاج المستوى الرهيب دوت لان التكلف كانت خزعبالية بالنسبة لهم فاصبح بياخده اصبحت والد ديزني تاخد الكلام ده وتعمله دبلاج والدبلاج طبعا كان في مصر بيبقى ليه شنة ورنكنة وجمال الحقيقة ولسته لاني مصري ولكن هو كان جميل جدا فبدأ يحصل ان تنتشر افلام 3D المنتجة من شركات عملاقة في الغرب ويتم عمل دبلاج لها والناس بدأت تتمع دبلاج ده اه اصحابي بينادوني فاتحي اه فاتحي تقدر تقولي غلطتك ايه؟ اني وقعت؟ لا 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 قبل كده حد يعرف استاذ فاتحي الباب غلط فيه؟ وطبعا يا جماعة ما احكلكمش قد ايه الاجتهاد الفني ده رفع سقف التوقعات عند الناس كلها ولكن وسط كل الموجة العالية دي ظللنا نفتقد وجود قيم واخلاق وحاجات مرتبطة بثقافتنا العربية والاسلامية طبعا ممكن حد يسأل طب بعد الكلاب الكتير والمقدمة الطويلة دي انت عايز مننا ايه يا عم تلباني عايز ايه؟ انا هقول لكم عايز ايه؟ انا النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى جاب لكم تطبيق اعتبره ثورة وبداية ثورة زي ما اتكلمت كده عن ان كان باجز لايف بداية ثورة في عالم الثري دي وامتد طويلا فانا بعتبر التطبيق اللي جاب لكم النهاردة هو تطبيق بداية ثورة في الانتاج المرئي الرائع وبأكد على كلمة الرائع دي لان مبازلين هما في مجهود في الكرتون غير عادي مع وجود القيم والاخلاق ومش بس كده وفيه سيستم تربوي كامل جوه التطبيق يعني انت بتخلي ابنك يستمتع وبترياح دماغك شوية وفي نفس الوقت بيستمتع بمادة قيمة وهدفة وتساعدك انك تبني له منظومة او هو مبني التطبيق على منظومة تربوية كلية وتفصيلية التطبيق اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هو تطبيق جيل تطبيق جيل ده من التطبيقات الرائعة وبيدون مبالغة انا جربته فترة وديته البنتي عندها 8 سنوات لعبت عليه تطبيق اكثر من رائع اولا لو بنتكلم عن المستوى الفني لانتاج الكرتون فهو مستوى رائع جدا لا يقل وحطوا في دماغكم بقى اللي انا بقوله لكم دوت لا يقل في الجودة بتاعته وفي المجهود المبذول سواء على مستوى الرسم التحريك او القصة على اللي بتشوفوه في حاجة فاكسانة وضايعة زي كارتون نتورك اليوم ساقوم بشرح نظريتي هل لي بسؤال بعيدا عن موضوع الحصة؟ تفضل ما هي صفات الكائنات الفضائية؟ يبدو اننا سنتسل كثيرا اليوم اتحدث بجدية هناك كائن فضائي يحيى بيننا وأريد اكتشاف من هو كارتون نتورك مثلا او نيكلوديين دول بينتجوا حاجات مذهلة للاطفال لكن مليانة مشاكل بالذات كارتون نتورك وحتى نيكلوديين يعني بينتجوا حاجات مليانة مشاكل اخلاقية وعقدية غير عادية بالاضافة طبعا للالفاظ النابية اللي تسمعوها وأخيرا لتشجيعهم الاتجاهات يعني منبوذة زي الشدود الجنسي والحاجات دي لكن دلوقتي انت بتجد البديل الرائع المحفز لطفلك اللي طفلك مش هيتطفش منه وفي نفس الوقت موجوده القيم السلوكية مرحبا يا رفاق كيف الحال؟ وده السبب اللي انا قلت عليه في الاول ان في ناس كتيرة جدا عندهم مشكلة انك لما بتجي تفرجهم على حاجات كارتون للاطفال بيكون كارتون اسلامي او كارتون عربي او كارتون مش هيتطل يتلاقي الطفل عرف من الكارتون رسم الشخصية بالطريقة بالانيميشيا بكل الحاجات دي بتخلي الطفل مع الحاجات التانية اللي بيشوفها مالوش نفسه نتفرج على الكلام ده لكن دلوقتي جوا تطبيق جيل انا ان شاء الله اضمن لكم ان الاطفال لما هيتفرجوا هاستمتعوا استمتاع غير عادي انا رمز السعادة وجودي في المناسبات عادة انا الشوكلاتة ويليك قصتي في الاعادة وخلونا نقفز داخل التطبيق على التليفون دلوقتي ونتفرج عليه طبعا تطبيق بيشتغل لاندسكيبي يعني لازم نكون بالعرض طبعا الداخلة بحد ذاتها يعني لما بيشغلوا الاولاد حولها بيجروا على طوله على الموبايل ويقولوا لي جيل 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 وعايزين يتفرجوا عليه التطبيق بيوفر حاجتين مميزين جدا جدا اول حاجة التطبيق معمول بموسيقى ومن غير موسيقى عشان يعني يوافق جميع الاختيارات اللي موجودة ودي حاجة رائعة جدا فيه والحاجة الثانية انك تقدر تعمل لكل طفل عندك حساب خاص على التطبيق والجميل ان التطبيق ليه وجهة خاصة بالاولاد ووجهة خاصة بالبنات ودي حاجة جميلة جدا وبتثري ثقافة الهوية عند الاطفال في وسط يعني العاكة اللي احنا عايشين فيه دلوقتي طبعا انت بتيجي تعمل عندك كمان مكان خاص بك لكوالية امر ودي من الحاجات المميزة جدا اول حاجة بتدفع الشركات التطبيق عن طريق الحساب بتاعك انت والحاجة الثانية هم عملين لك منهج متكامل جوا وهما مقسمين لك جوا بقى القيم اللي تستعرض بيها المحتوى لاطفالك ودي ساعدك عشان تعمل لهم نظام سلوكي وتربوي معين عن طريق التطبيق فتستطيع انك تعرض التطبيق حسب القيم اللي انت عايزها اول حلقات والقيم دي بيكون المميز فيها انك ممكن تعرض في قيمة الاخلاق قيمة الاداب العامة قيمة التأثير حاطينهما بعض القيم كده ولمين تحتيها الحلقات اللي بتوصل القيمة والمعنى ده هما زي عملوا الموضوع ده انه هما خلوا مجموعة من افضل المتخصصين والجامعين في مجال تربية الطفل في عمل المحتوى الخاص بالتطبيق وتم التأسيس وعمل المحتوى دوت على مدار خمس سنوات فلكنك تتخيل كمية الجهد اللي بذل علشان يوصل المحتوى رائق ومفهوم لطفلك ويستعنوا ويستوعبوا ويشارك معاك في العملية التربوية وافضل شيء تقدر تزرع به القيم والمبادئ والاخلاق عند طفلك هو اثناء الترفية انك تحط له كده الحاجات وسط اللعب وسط الترفية وسط المرح فتقوم تزرع وتغرس مع الوقت سواء كانت عن طريق قصص او لعب او حتى اغنية او مسلسلات بتعرض هالو فكل ده مجتمع موجود داخل تطبيق جيل لو جبها دخلت انت على قسم الاطفال جوه بقى حدث ولا حرج في متعة الالوان وجمال الرسومات وتنوع كمان المحتوى وتقدر تلاقي اقسام مختلفة جدا تتناسب مع اطفالك سواء عايز يلعب عايز يرسم عايز يلون عايز يتفرج على حاجة عايز يسمع اغاني وينبسط كده ويتمطط ويزقطط التطبيق مليان اقسام ماتعة ورائعة جدا جدا ما شاء الله تبارك الله واللي احنا كنا قلنا عليه لان احنا مش عايزين نفصل عن النصائح اللي قلناها قبل كده في الحلقات اللي عملناها عن ضرر استخدام الهواتف المحمولة على الاطفال طبعا ما ننساش ان اقل من خمس سنوات قدر المستطاع مبقاش الموبايل معاه وكمان التطبيق عاملك امكانية انك تعمل تستخرج احصائيات عن استخدام طفلك للتطبيق اتفرج على ايه اتفرج مدة اديه تعرف معظم الاحصائيات ومعظم التفاصيل حول مشاهد الطفلك ويتعامله مع تطبيق جيل طبعا اللي بيحصل دلوقتي للأسف الشديد ان الناس اللي بتاخد التطبيق بيعمل ايه بيدي لابنه ويسيبه معاه فتلاقي ان الولد خلص كل اللي موجود في التطبيق قعد مثلا خمستاشر ساعة في الاربعة وعشرين ساعة اتفرج على كل التطبيق وده اكبر غلط معمول ليه يا جماعة لان احنا نبهنا كذا مرنا استخدام التطبيقات والحاجات دي لازم يكون بحكمة وللاطفال فوق سن السبع او الثمان سنوات بيكون نصف ساعة الى ساعة يوميا مقسمة خلال اليوم وبالتالي انت لو عملت برنامج مع التطبيق هيساعدك لان التطبيقات ما بتعملش كل حاجة هي بتوفرك المادة وحسب وظيفتك وشغلتك انت بقى وماما في البيت ان انتوا اللي تقسموا الموضوع على اليوم عشان الطفل اول حاجة ياخد الفايدة حقيقة ويستمتع باستخدام التطبيق ويكون فيه انشطة حركية تانية فتقدر توازن ما بين استخدامه للهواتف الذكية وكمان الجهد البدني خلال اليوم كل الميزات الرائعة والمحتوى الرائع ده جماعة هو باشتراك شهري خمسة دولار طبعا واحد يقولينا بعد كل الكلام بتقولولنا ده جاتوا ينافي اخر ادفعوا بصوا جماعة التطبيق عامل بعض الحاجات فري ممكن تتفرج على بعض حتلاقي كم حلقات كده مجانية بعض الالعاب بعض الحاجات موجودة مجانة لكن زي ما انتوا عارفين الناس ما بتاكلش في الاخر يعني هوا ومية يعني اي حد بيعمل اي انتاج لازم يكون فيه مقابل عشان يقدر يستمر في الانتاج ده وانا بقولكم الرسالة دي والله هي رسالة محب الاخوان واخواته الشركات الكبيرة زي بيكسر وديزني والحاجات دي احنا تعودنا ان احنا نخش على مواقع زي ايجي مش عايز اقول اسمه نخش نضرب الافلام والحاجات ونتفرج عليها فري ثقافة الدفع مش موجودة للأسف شديد عندنا لكن لازم تعرف ان الشركات كبيرة زي ديزني وبيكسر والشركات اللي بتنتج الافلام الثري دي والكارتون ده الشركات دي عندها منافس توزيع وسينمات وحاجات من كده بتغطي مباشرة تكاليف القرصنة للتتعيم الاصلا يعني هم عندهم ارباح بتغطيهم بشكل غير عادي وبيقدروا يعملوا كمان فيجرز وحاجات يبيعوها وبيبيعوا كمان حاجات مكتبية وحاجات من كده فالموضوع عندهم بيتغطى فسرقة المحتوى وانا طبعا مش ببرر سرقة المحتوى ابدا لكن بقولكم يعني اللي احنا تعودنا عنه ما بيأثرش بالطريقة اللي انت متخيلينها لكن المحتوى الصغير اللي لسه طالع للنور واللسه بيقول يا هادي ده محتاج دعم الناس عشان يستمر ويكبر اكتر واكتر واكتر فكل واحد بجد بيدور على بديل ونفسه يلاقي بديل لأولاده على الاقل اشتركوا في الحاجات دي عشان تدعموها واللي تستمر ولما تطبيق جيل ده ينجح هتلاقي ناس كتير جدا خدت الرسك وشدت حلها وعملت المخاطرة وراحت تحاول تنتج وتعمل تطبيقات فتلاقوا انتوا بقى عندكم على الساحة مش تطبيق واحد عشرات التطبيقات صدقوني الموضوع ده ثغر في حياتنا لازم كل الناس تسعى انها تعملو احنا انا بكلمكم وانا والله حاولت ملايين المرات ان انا كون فرق ونعمل انتاج مرئي الموضوع صعب جدا المعادلة اللي عملها تطبيق جيل معادلة صعبة جدا 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 والله انك تنتج انتاج بالجودة دي وبالمجهود ده وبالتعب ده وتنزله للناس بالسعر القليل ده الموضوع مش سهل فصدقوني يا جماعة دعم المشاريع دي هو اللي بيخلاها تظهر للنور وهي دي الطريقة الامثل لأي شخص عايز يحارب الحاجات الفاسدة اللي بتطفع السطح التطبيق ده يا جماعة انا عملت الفيديو ده لي تطوعا تماما الناس دول رسلوني ولا حتى لما شافوا حلقة 2 فليكس كلموني ولا اي حاجة انا شفت التطبيق ده وحسيت ان هو فعلا عامل زي ما واحد كان ماشي في الصحراء كده ولأ الميا اللي اشربها فحب انه يشارك اخوانه بالمنفعة دي ويسقيهم من السقية الطاهرة التطبيق معمول انه يشتغل على اجهزة الاندرويد واجهزة الايفون وده والله انجاز في حد ذاته وبالنسبة لهم ربنا يبرك لهم هتلاقوا روابط تحميل التطبيقات موجودة في وصف الفيديو تحت وكمان صفحاتهم على الفيسبوك او صفحات السوشال ميديا بتاعتهم موجودة خشوا عليها ودعموا التطبيق وشاركوه مع صحابكم وشاركوا الفيديو ده مع الناس عشان يشوفوا وميزات التطبيق دوت من اجل محتوى ماتع عربي هادم اتمنى يكون الفيديو عجبكم لا تنسوا اللايك المتين والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد واشوفكم في الفيديو الجاي السلام عليكم